شرعت الآليات في عملية الهدم والحفر من أجل بدي أشغال تأهيل برج الحمام التاريخي الواقع بجانب الملعب الجماعي لمدينة زايو يأتي ذلك في إطار عملية تأهيل ستشمل عدد من النقاط بمدينة زايو منها ساحة البريد ومقهة تاريخية فوق مدارة طرقية ومساحة خضراء على الطريق الرئيسية وشكل برج الحمام مطلبا ملحا للمهتمين بالشأن المحلي من أجل تأهيله وإعادة الاعتبار إليه كمعلمة تاريخية ورمز لمدينة زايو منذ حوالي قرن من الزمن برج الحمام بناه المستعمر الإسباني سنة 1914 ليكون ثاني مبنى بمدينة زايو بعد القيادة القديمة التي تتلاشى هي الأخرى يوما بعد آخر نتيجة للإهمال الذي طالها على مدى سنوات وسبق لزايو سيتي نت أن أنجزت روبرتاجا حول هذا البرج حيث التقطت صورا له من الداخل والخارج تبين تصدع الصور المحيط به الذي أصبح آهلا للسقوط في أي لحظة وتظهر أن هذه المعلمة التاريخية أضحط مكانا لطرح النفايات والمتسكعين والمتشردين لاحقا سنوافيكم بجميع المعطيات حول أشغال التأهيل الذي يهم برج الحمام والجهة المعنية بذلك كما سنلتقي بمسؤول جماعة زايو للحديث معها في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر